في جزء فني من الحاجات برضو الدائلات الفنية أكيد حركة كنت بتفرج على كالوس كيروش بتقول إيه على اللقطة دي في التكتيك أو في الشغل الفني برافو الحركة دي كويس هسألك على إيه هي الحركات أو التركات اللي انت عجبتك ده واحد اتنين أنا في حاجات شفتها وعايز حركة برضو تأكد هيا الإسكالات صحيحة ولا فكرة إن محمد عبد المانعي بيستقبل أكتر من ركنية ويحصل فيه تنقلات وتحركات من اللاعبين عشان كوها توصل دايما إي محمد عبد المانعي عشان دي القرارت كزا مرة فأكيد ده شغل فني مش شغل بالصدفة يعني اتنين إنه اللقطة بتاعت صلاح وتريزيجية بتاعت الهدف التاني قدام المنتخب المغربي لما حول الطريقة الـ 4-4-2 أو لعب باتنين قدام ومستوى كان بيرجع شوية جابت نتيجة بالزبط إنه صلاح خدر لسبرينتو حتى شفنا الكور دي الناس نزلوا كور من البريميا الليك شبه دي بالزبط صلاح بيعملها مع فلمينيو فوضح إنه برضو في شغل فني بيحصل في المبركة كانت شنع يعني إنك بيديني المبركة الحسب اللي بيحصل ده كان اللي أنا شفته أنا بس بديك كيوهات عشان أحررك في النهاية بقى تقول اللي إنت شفته وعجبك بالشغل الفني اللي تخلص كيروش أولا أنا أعجبني إنه هو ثبت الطريقة بتاعه اللي هي 4-3-3 مع الفرق الأفريقية خاصة إن فريق المغرب كمان بالذات عنده أشرف حكيمي يعني بيزيد من ناحية اليمين بطريقة يعني مميز سرعات وعنده إيجابية كورة العرضية وبيكمل عنده خبرات كبيرة فلما لعب بتلاتة فلات أنا قبلها قلت قلت أنا أتمنى الرجل يسبت الطريقة دي يلعب في القلب النيني والسولية على يمينه ويلعب ناحية الشمال ما كنتش حابب في البداية أي من أشرف الأمانة يعني أنا قلت زيزو لأن زيزو هيدينا اللي اتنين هيديك الباور والجاري والكلام ده وهديك في نفس الوقت تكملة وراء المهاجمين ولكن هو لعب بأي من أشرف فبرضو على الأقل الطريقة اللي قلنا عليها سليمة اللي باين في منتخب مصر زي ما انت بتقول مثلا بتاعت محمد عبد منعم دايما في الكورة السابتة كريم الفرق التانية وأنا بركز على اللعيب المميزين بالهيدرز فأنا عشان أركز مثلا في منتخب مصر همسك حجازي همسك الناس اللي هي بتتميز مع مصطفى محمد أميز ناس السولية محمد عبد منعم مجهول اللعيب اللي دايما مجهول ده هو اللي ممكن يعملك الفارق في الكور دي انه كله يتحرك هتلاقيه أقل واحد فيهم ميزة هو المسكول فهتلاقيهم بتحركوا بيستعولوا عشان هو يختارك الحركة بدون كورة قبل اللعب دي مهمة جدا فمحمد عبد منعم زي يقولها كده باللغة البلد اللي هو الخافي اللي هو بيجي يقطع لانه هو مش اللي زبط مش عليه لانه هو غريب عن المنتخب المنتخبات اللي بلعبة طول محمد كمان مش طويل قوي يعني فبييجي يقطع بيتحرك وزاقين اللي فيه لعيب بيجي دي تحرك للكورة يعني فيه لعيب تلاقيه دايما تقول هي كورة دايما بتيجي مثلا هنقول في الزمالك دايما الكورة بتجي المحمود علاء ايوا اشمعنا محمود علاء اللي بيطلع ويجي بيدماغ لانه هو بيتحرك للكورة وكورة بتجيله عارف يروح فين لما اللعب زميله بيرفع فلان مثلا يرفع مثلا في الزمالك اي ان كان عب شافي هيرفع له هو عارف عب شافي هيوصل للكورة لفين عارف لو زيزه رفع هيوصلها لفين ففي الحاجات دي مهمة جدا في الكورة السابتة عشان كده محمد عبد المنعم بيبقى بيتحرك عنده الميزة دي وبيقطع كويس وعشان هو سردباك عنده سرعات وامكداد كويس عالكورة فبتلاقيه بيروح للكورة أسرع من ايها انتريك في محمد عبد المنعم لا لايك طبعا كويس خلي بالك محمد عبد المنعم من ولادنا في الآله وانا دربته اه طبعا دربته ودربت صعدته معايا في الجيل بتاع اللي كنت ماسكو بتاع رمضان صبحي وكريم ندفيد وناصر مير صعدته هو احمد عبدالقادر اي الاتنين معايا ولعبوا معايا يعني كان مميز من صغره يعني هم كانوا اميز ناس في فرقه عنده ميزة كمان انه تحسوا عنده شخصية يعني جانب مهارات المدافع بس مش خايف براو عليك بص اللعيبي اللي بينجح في المنتخب مصر ويلعب قندية كبيرة يكون عنده شخصية الناس تعرف يعني ايه عنده شخصية يعني عنده قرار عنده ثبات انفعالي عارف امتى انه هو يبقى حماسي ويشتغل على الكرة بقوة عارف امتى يهدى هو اللي هو اللي بديه صاحب قرار يطلق يطلع بالكرة يمرر الكرة صح فيه مدفعين تحسواهم اوما تجي لهم كرة بيترعش ايوة اينا بقى اينا الفرق لا محمد عبد منعم اللعيبة صحابي القرار وعنه شخصية